الدعم الغربي الأوكرانيا مستمر حسب ما كشف البيت الأبيض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال إن الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني سيناقشان قدرات أوكرانيا المطلوبة كاشفاً عن حزمة مصاعدات عسكرية جديدة لكييف من المرتقب إعلانها من جانبها قالت مصادر أمريكية أن قيمة هذه الحزمة تقدر بـ 400 مليون دولار بدوره حتى المستشار الألماني أولاف شولز الصين على عدم إرسال أسلحة لروسيا لمساعدتها في حربها على أوكرانيا وطالبها بالعمل بدلاً من ذلك على ممارسة ضغوط على موسكو لسحب قواتها وأضاف في كلمة أمام البرلمان الألماني إنه يشعر بخيبة أمل بسبب امتناع بكين عن إدانة الغزو الروسي لكنه رحب بجهود سين لخفضي تسايد التوتر الأنوي قبل أن يتوجه إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قال المستشار الألماني أولاف شولز إن عليهم مراقبة البيانات الاقتصادية لموسكو لضمان عدم الالتفاف على العقوبات الاقتصادية إنه يحب بطرح بكين عن هذه الفراجات لذلك نحن 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 اتحدى في جيدة وغير مجتمع بتسيطايا. هل يشبه بنظام المصاولة هكذا المصاولة؟ كما يحبو أنه إلى المنزلج الإسلامية نحن نظر كذلك الشخص العباة وحسن نقمع إلى المصاولة وخذكا في المصاولة لأننا التعامل التنفيذ لأننا مستٹービير ويصالات المصاولة جميعا؟ وأننا هذه الهوان نظام و Burnout مستقل بأننا في الحقيق ستحقق بلافقة